اكثر من تسعين بالمئة من المستشفيات الحالية في العراق انشئت في عهد الحكومات التي سبقت الاحتلال الامريكي ذلك ما يؤكده نواب في البرلمان ويكشفون به قدرا هائلا من الاهمال والفساد الذين يعانيهما القطاع الصحي في العراق في ظل عملية سياسية اسسها الاحتلال على المحاصصة وسيطر عليها اتباع النظام الايراني وبالطبع فان الحديث عن فساد القطاع الصحي في العراق ليس جديدا لكن الامر بدأ اكثر سوءا في ظل تفشي جائحة كورونا اذ عجزت المستشفيات عن استقبال الاعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس بسبب ما تعانيه من نقص في اعداد غرف الرعاية الفائقة ناهيك عن نقص المستلزمات والاجهزة الطبية والادوية والمختبرات فضلا عن النقص في الاطباء والكوادر الصحية المختلفة وعدم توفير البيئة الصحية الملائمة والامنة ليقوم الاطباء بعملهم في مواجهة هذا الوباء المتفشي ويرى مراقبون ان الفساد المستشري في قطاع الصحة بات اكثر وضوحا خلال ازمة كورونا على الرغم من ان ملفات الفساد والفضائح المتعلقة بالقطاع الصحي كانت كثيرة خلال السنوات الماضية حيث يؤكدوا نواب في البرلمان ان الحكومات التي افرزتها تداعيات الاحتلال انشغلت بصفقات الفساد واختلاس الاموال بينما اهملت القطاع الصحي ضمن ما اهملته من مصالح العراقيين وفي ظل هذا الانهيار الذي يشهده الواقع الصحي في العراق يحذر مركز كارنيجي للشرق الاوسط في دراسة له من تحول العراق الى بلد موبوء بالكامل خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي من المتوقع ان تواصل التصاعد في التفشي لتضرب بكامل قوتها البلاد مع بداية السنة الجريدة ويشير المركز في دراسته الى ان الفساد المستشري داخل وزارة الصحة في العراق بات يهدد بنهيار كامل للقطاع الصحي بعد ان دخل العراق مرحلة التفشي المجتمعي للفيروس بحسب تصريحات لممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد وباء كورونا اذا جاء ليسقط ورقة التوت الاخيرة عن فساد النظام الصحي في عراق المحصصة والميليشيات بل ان الخبراء يؤكدون ان هذا النظام على اعتاب فضيحة جديدة تتعلق باستيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا اذ ان القطاع الصحي العراقي في رأي الخبراء يفتقر الى القدرات العلمية والفنية لنقل وتخزين اللقاح كما ان الحكومة ستظل عاجزة عن التحرر من قيد الاحزاب والميليشيات التي يتوقع ان تتحكم في مسألة توزيع اللقاحات باعتبارها بابا من ابواب الاستثمار الحرام الذي يجيده ساسة العراق الجدد موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة